تعالوا نروح نشوف زميلنا كريم أحمد من فندو لقامة قبل ما اللعيبة تتحرك على ملعب المباراة فاضل يا كريم كل الشكر ليك كاتن أيمن شاوي تحياتي ليك في البداية وتحياتي طبعا لجمهورنا العظيم جمهور النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله رهنا كبير جدا على جمهورنا النهاردة وتحدي كبير وتحدي قوي جدا وهي مباراة الزهاب في دور ربع النهائي الأهلي ورجاء المغربي اليوم على استاد الأهلي والسلام في العشرة مساء إن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي خلاص نقدر نقول انتهت للتحضيرات الفنية وأيضا كمان الخاصة بيتسو مسماني من محاضرات ومن أمور عديدة جدا خلال أيام الماضية ومن خلال أقل التدريبات إن شاء الله بإذن الله كل المجهود اللي بودل يقلل بنا جاح إن شاء الله ونقدر نحن نخطي خطوة مهمة جدا في الحفاظ على اللقب إن شاء الله نحقق الحداشر وتبقى إنجاز تاريخي لفريق النادي الأهلي ثلاث بطولات على التوالي ده يمكن أمر مهم جدا وأمر يمكن لم يحققه أي فريق في أفريقا فإن شاء الله بإذن الله ثقاتنا كبيرة جدا في كل اللعبين يارب إن شاء الله النصر يكون النهاردة لفريقا لنادي الأهلي كالعادة طبعا يا كابتن أيمان من خلالك ومن خلال طبعا شاشة قناة النادي الأهلي بنطمن جمهورنا العظيم على حالة اللعبين نحن في عند الإقامة طبعا كالعادة أمور عديدة جدا طبعا حابين نبدأ معها ويمكن هبدأ معك بعلي معلول الكل بيتساءل عن علي معلول الأمور بالنسبة له علي ما شاركش علي هيكون متواجد يعني نقدر نقول بدلك النهاردة العلي معلول أو أمس كمان في التدريب الأخير الرجل شعر بألام في العضلة الضمل نتعرف طبعا حتى لا تتفاقم الإصابة كان قرار مهم جدا من الجهاز الطبي بقيدة طبعا طبيب النادي الأهلي أحمد أبو عبل نحن طبعا علي ما يكونش متواجد النهاردة فيها القائمة تماما مش هيشارك النهاردة فيها المباراة أو يكون متواجد فيها القائمة حتى لا تتفاقم الإصابة لأن احنا محتاجين علي كمان خلال الأيام القادمة وخلال المباراة القادمة فبنقول يا رب ان شاء الله بإذن الله علي معلول يعود من جديد لفريق النادي الأهلي وشارك فريق النادي الأهلي فيها الانتصارات ومنها ان شاء الله بإذن الله يتقلق كالعادة مع كل نجوم النادي الأهلي ده طبعا الجزء الخاص بعلي معلول بعيدا عن المعلول كل اللعيبة جاهزة كابتن ايمن مش انقول اي حد مش جاهز كل اللعيبة جاهزة كاتل اخبار عن حمد فتحي وطاهر وايضا كمان كل نشناه وكل اللعيبة جاهزة خلاص فيه تضحيات كبيرة جدا فيه انكار ذات مهم جدا نهاردة وده اللي اكد عليه بيتسو موسماني فيه المحاضرات وفيه على حديث لابد يكون دخولنا في المباراة قوي جدا جمهور النادي الليل نهاردة عليه دور كبير جدا جدا فيه التشجيع والمسندة والمؤذرة المعتادة الحقيقة النهاردة اللي هيحسم المباراة هي شخصية وروح وكبرياء لنادي الاهلي ده اللي بنراهن عليه في كل المباراة وتحديدا فيه المباراة الكبرى مثل مباراة اليوم الاهلي والرجاء المغربي 20 الف مشجع بانا فترة كبيرة جدا في مباراة افريقيا ما شفناش المشهد ده فيمكن كمان اللعيبة هتحس بهذا الامر وهيطلع كل العندوم بلغة الكورة ان شاء الله بإذن الله توفيقكم معنا توفيق لو معنا كابتن ايمن مع التحضير ومع التركيز ومع الجو العام الحقيقي اللي احنا متوجدين فيه مع فريق النادي الاهلي ان شاء الله بإذن الله نخطي خطوة كبيرة جدا فيه التأهل لدور ربع النهاية كالعادة طبعا في فند الاقامة الامور حتى ممكن طيبة جدا يعني فند الاقامة بيساعد بشكل كبير جدا على مدى التركيز الكبير كل الامور دي بتساعد لعبة النادي الاهلي بيكون تركيزهم فقط لغير في 90 ديئة ان شاء الله بإذن الله نتوجه على استاد الاهلي والسلام ومن خلال توجودنا كالعادة طبعا كابتن ايمن في استاد الاهلي والسلام ننقل لك الأخبار طبعا جمهور النادي الاهلي لتوافد الترتبات يمكن فتح باب الجمهورة يكون ان شاء الله في السبعة يا رب ان شاء الله بإذن الله نشوف المدرج كالعادة لتلتة شمال والتلتة يمين وكل طبعا مدرجة للاهلي والسلام بليه بجمهور النادي الاهلي هتاف وتركيز وحماس ويا رب إن شاء الله النصر يكون لفريق النادي الأهلي في هذه المباراة مستمرين معاك بالتأكيد كابتن أيمن ومع جمهورنا العظيم جمهور النادي الأهلي بننقل لحظة بلحظة أجواء وكواليس مباراة الأهلي ورجاء المغربيين